بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مرحبا بكم جميعا في هذا الفيديو اذا هناك مجموعة من التلاميذ يسولونين في التعليق وربما يرسلوني رسائل في صفحة واش لامتيحة الجهة ويقوم باللغة العربية او اللغة الفرنسية ربما التلاميذ يسولون هذا السؤال ربما دل جهة الرباط سالة القناة الثانية انا سولت بعض المسؤولين قالوا لي بانه غالبا ما غدا نعطيكم جوج النوسة نسخها باللغة العربية ونسخها باللغة الفرنسية وانتم ما تختاروا اللي جهتكم سهلة اللي فهمتوا اكتر واش العربية او الفرنسية غير رأي يكون نفس الامتيحان نفس المحتوى غير الاسئلة بالعربية مترجمين باللغة الفرنسية اذا انا حاولت في هذا الفيديو ان شاء الله في حالة ما لما اعطاوكم شهاد جوج النوسة وعطاوكم بالفرنسية يعني ارى الفهم ديركم باللغة العربية ارى نفس الاجابة قد نتجاوبوها غير خصكم تفهموا الاسئلة لا تطرح لكم سؤال فرنسية خصكم تكونوا عارفينو كيفاش كتطرح باللغة العربية هو اللي غدا نحاول نطرق لهم في هذا الفيديو اذا دبعا نحاول عندكم جزء الاجزاء الجزء الاول حساب العددين والجزء الثاني المتتاليات اذا بالنسبة للحساب العددين نحاول نعطيكم جميع الاسئلة تقريبا اللي كتطرحوا في هذا الامتيحان في هذا الجزء يعني ستلقاو جميع الاسئلة اللي كتطرحوا في هذا الجزء باللغة العربية وبالفرنسية اذا مهم هنا في البداية يحاول نعطيكم مصطلحات ومالبعض نعطيكم جمل اذا عندهم هنا عندكم ايكواسيون ايكواسيون كنعني بها معادلة ايكواسيون كنقصد بها متراجعة سيستيم كنقصد بها نظمة تخينو كنقصد بها ثلاثية الحدود ثلاثية الحدود ايكواسيون كنقصد بها المحددة يعني هذا تخينو كنقصد بها ثلاثية الحدود اللي هي ايكواسيون كنقصد بها طريقة التعويض طريقة التعويض مهم هنا في هذه البرقه راني كانت تصورتهم وكل اللي رسلتهم لي في المجموعة كل اللي وضعتهم في الصفحة عندي في الفيش وانا كنت ادرهم في الفيديو ربما كل اللي مداخل المجموعة وكل اللي مداخل للصفحة عندي فل küçükش سايد منها ت 관ينة الطريقة التعويض ت daranيض الو لملكم marriage يعني حل انه نظمة بطريقة التعويض وبن bokم Pour Harris يعني حندماً بطريقة المحددة. أنا دبع في اللقاء أعطتكم مصطلحات ونبدأ عن طهام لكم على شكل جمل. Method de Combination Linear يعني طريقة تألفية. طريقة تألفية. هنا طريقة تألفية. طريقة تألفية. Discrimination كنقصد بها المميز Delta. كنقلوا المميز Delta اللي كنقصر بها أرسل. ان فرانسي يسمى Discrimination يعني المميز. دونك Discrimination يعني هو المميز Delta. هنا عندنا سين كنقصد بها إشارة. إشارة طابلو كنقصد بها جدول. مصطلحات علمية. أما we're at the devices of the varifera. هم الأفعال. يعني نقول لك تألفية تأسة. نقول لك تألفية تأتيارين Delta. تألفية تأتيارات. تأتيارات الحلول. تألفية تأتيارات. هذه كلمات هنا نطعم لكم عن شكل جمال يعني اللي كتطرحوا الأسئلة اللي كتطرحوا الأسئلة الأكتر استعمالا أو الأكتر تداولا في الامتحان الجياوي في يعني تحقق تحقق مثلا نقول لك وقتا نصل لها من بعد نقول لك يعني حل نقول لكم مثلا يعني حل حل فأير المعادل يعني أدرس نقول لكم مثلا يعني أدرس إشارة سلاسية الحدود يعني عمل يعني عمل سلاسية الحدود مثلا كذا كذا يعني هدو هما مصطلحة علمية هدو أفعال الأكتر استعمالا في الجزء الأول بالنسبة للحساب العدد يعني المعادلات المتارجحة النظمات كذلك مصطلحات أخرى بالنسبة للمسألة وما أريد أن نقدمهم لكم إن شاء الله إذن دابع أريد أن نحاول نعطيكم الجمل يبقوا معي في هذا الفيديو إذن هدو أريد عليكم جمل هاو ماكس بتملكم بالفرنسية مثلا غيزوت ضن إير الإكواسيون طرواز إكس كاريم موندوز إكس مونزا إيقالا زيرو مني كنلقى هات السؤال هدرها ستين كيسيون سؤال مني كنلقى هات السؤال أنتم رضيجك تعرفوه بالعربية غير ما يخلق لكم تشي مشكل دون غيزوت يعني حلف إير المعادلة يعني المعنى دي لات السؤال هو أنه يقول لكم حلف إير حلف إير المعادلة هذي هاي ثلاثة إكس أكاري ناقج وجه إكس ناقص واحدة ساعة ساعة إذن عقل الله فيما تلقوا غيزوت ضن إير الإكواسيون يعني حلف إير المعادلة هذي هاي دونق بو غيزوت ضن إير الإكواسيون ونفاقال كيلي لو دي سكيمينو يعني كنحسبوه دلطا من البعض كندير لحلول عالي دونق هنا غيزوت ضن إير الإن إكواسيون نيكن قول هذي غيزوت يعني سنفير بحل ضن إير يعني في إير الإن إكواسيون كنعني بها المتراجحة دونق هذي كنقصد بها حل في إير المتراجحة هذي هاي اللي هي إكس أو كاري زائد ثلاثة إكس زائد جوج أكبر أو توسع و سع يلا لقيت لكم هنا غيزوت ضغط إير كاري غيزوت ضغط دائما حل في إير كاري لو سيستيم شنو قلت لكم قبل قليل هو النظمة إذن هذي كنقصد بها حل في إير كاري النظمة سا حل في إير كاري هذي النظمة هذي هاي اللي هي إكس زائد ثلاثة إيقر ثلاثة إيقر ثلاثة إيقر ثلاثة إيقر ثلاثة إيقر ثلاثة إيقر سأعطيكم إما أعطيكم جنو سخب واحدة بالفرنسية والأخرى العربية في حالة ما أعطيكم الفرنسية ها المعنى هذه الأسئلة و أجدت لقل لكم إيتي دي لسين ما معنى إيتي دي قلت لكم إيتي دي يعني أدرس سين يعني إشارة تخينو كنا قصب بها تولاتية الحدود يعني هذه المعنى هذه الأسئلة أدرس إشارة أدرس إشارة ثلاثية الحدود تكون هنا ثلاثية الحدود هي موانطرواز إيقر كاري ثلاثة إيقر ثلاثة إيقر يعني كيف تفعل تخينوهم تخينوهم يعني ثلاثة الحدود يعني ثلاثة حدود يعني ثلاثة حدود يعني ثلاثة حدود يعني هذا معا درس وهذا مال درس ثلاثية الحدود عمل ثلاثية الحدود shut up يدي هنا پدو حس نقص حسس نقص حسس لحظة 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 او وخلق او وخلق او somewhere المتخلق او المتخلق او يدفع او طالع ذهب المتخلق دلطة يعني هشه أم مبالية يستمع نغالية او 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 ام الذي يبدأ نغالية عندما نغالية او نغالية mettre اشعر يعني المميز يقول لك هنا تحقق أن المميز ديالتا يساب تكون مثلا عندكم معادلة في حال هذه هذه مثلا معادلة إكوازيوم كيف نحسبه ديالتا هي بأوكارين أقصر بقاسي يلقى هذا العدد إذا ما يأتي يقول لك تحقق أن المميز يعني يعطيك ما يساب فقط تأتيك تدير القاعدة هذا ديالتا يقول لك نساقي ديالتا يعني المميز نكتب وبيعه وكاينو ناقص ربع عصرين من بعد نعود بقيمة دياله أو سيب القيم دياله ممكن نلقاه عدد هذا كبير لك يكونوا عاطين لكم يعني من يقول لك غير تحقق صحف غير ديال القاعدة ودير التعبير إذن هذا الجزء الأول فيما يخص الحساب العدد المعادلات المتراجحات النظمة بقيت المسألة ديالتا نقدم لكم مصطلح ديالتا إن شاء الله فيديو المقبل إن شاء الله قد نقدم لكم أهم المصطلحات في المتتالي الحسابية والهندسية إذن بشي مبقاش عندكم شي إشكال هذه الأسئلة تحاولوا تعقلوا عليهم صاف نعطيكم متحن باللغة العربية مثلا سيروا أحداثوا كل أسئلة وكتبوا منتوم الرأسكم باللغة الفرنسية فهمنا؟ طيب إذن لما فهمش شي سؤال أو لعنده شي غموض أو إشكال يتواصل معي مرحبا على الرأس والعين إن شاء الله إذن لا تنسونا من صالح الدعاء ولا تنسو مشاركة الفيديو مع باقي الأصدقاء حتى تعوم الفائدة جميع تلمت والتلميذة إن شاء الله وضمتم في رعاية الله والسلام عليكم